بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهداء خلاص استقر عملنا واستقر رحلتنا في يوم السبت ان احنا نتكلم مع اصحاب السعادة اصحاب السعادة اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلوهم في الدنيا نعمة وزيادة وهي نعمة الجواز اصحاب السعادة هم الزوج والزوجة اصحاب السعادة اللي ربنا سبحانه وتعالى من عليهم بنعمة الزواج اللي هي نعمة مليئة بالعبادات وملئة بالانوار وملئة بالمدد من ربنا سبحانه وتعالى وملئة ايضا بكتير من معاني الحكمة ومعاني الفهم وعشان كده احنا عايزين نقول كلام مهم جدا في السياق ده وفي وسط الضجيج اللي حصل في الفترة اللي فاتت لما نيجي نتجوز لازم نعرف ان الجواز اه عقد لكن هو مش بيزنس ولا هو كمان حلبة مصرع بنتخانق عليها ولذلك الفقهاء لما بيتكلموا عن عقد الجواز ما بيخلوش عقد مالي محط اه في حقوق مالية في العقد ولكنه مش عقد مالي محط ليه؟ لانه بيكون عقد بيتبني بالاساس على تقوى الله ومدام العقد عقد الجواز ده مش بيزنس فالتعامل مع شريك الحياة ما بيكونش قائم على مسألة الربحية انا ليه باتكلم كده؟ اه انا نسيت اقولكم ان احنا الحقيقة يعني احنا محتاجين نراجع ونعيد ونتكلم مئات المرات عن مفهوم الزواج ومفهوم الاسرة لان الجواز قائم على كلمة الله حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان الجواز ابتدى وكان بكلمة الله لما قلنا ان العلاقة ما بين الرجل والمرأة بتكون بكلمة الله ولذلك فيه دستور في الجواز اه الدستور اللي في الجواز ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجة لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحم فاصبح القانون الاساسي في الجواز قانون رباني وبيقوم على القيم والاخلاق لذا كشوف كل الكلام اللي حضرت النبي قاله على الكلام على العلاقة وما بين الزوجين كلام كله بيقوم على القيم والاخلاق اه الجواز فيه حقوق واجبات ولكن بنعلم المتجوزين واحنا النهاردة مصررين ان المتجوزين نكلمهم عن ده سواء المقبلين على الجواز او المتزوجين ان انتو مش دخلين عقد بيزنس فالقضية مش قضية الربح ولا انتو دخلين مصرعة قدي ايه انا هقدر اخسر اللي قدامي وفيه حد بيدخل الجواز كده اه اه هدوا بالكم بس امال احنا قاعدين نقول للبنت ايه واي تسمحي له ان هو يعمل كذا واي واي تسمح لها احنا قاعدين نشحن الطرفين بي واي واي تسمحي له واي واي تسمح لها وبعد كده بنقول هو ايه اللي حاصل لا بيدخلوا الجواز على انهم دخلين من حلبة مصرعة انه ما معناه ان احنا في الجواز بنبص للجواز بشكل اخر علشان كده احنا لما بنيجي ندرب الناس في الجواز بندربهم على حاجة تانية خالص ان الجواز ده محراب عبادة ان الجواز ده باب سعادة ان الجواز ده فتح من ربنا وبركة وعلشان كده لما نيجي نقرأ قوله تعالى واحنا بنقرأ في الجواز بنقرأ في الجواز بنقرأ بنقول ايه شوف كده اه الجواز فيه الزام بس الالزام ده جاي مش جاي من فكرة القانون الالزام ده جاي من فكرة ايه الالزام ده جاي من ان ربنا سبحانه وتعالى وهب لنا نعمة تعالوا نسمع قوله تعالى مرة تانية ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا يعني ايه من اياته يعني من فضله ومن نعمته ومن عطاءه يبقى اذا احنا لازم كل واحد فينا لما بيقول ان الجواز اسمه النصيب يعرف ان الجواز نعمة يعني ايه نعمة ان كل واحد من الشركاء الحياة نعمة ربنا سبحانه وتعالى هجعلها للاخر فلازم نحافظ على اللعمة دي علشان كده الله سبحانه وتعالى قال وعاشرهن بالمعروف وكمان نقدر ساعتها نفهم ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف يبقى ساعتها هنفهم ليه المعروف يبقى كلمة المعروف دي مفهوم مهم جدا في الجواز بيبقى المعروف يعني ايه المعروف اللي يخلي العبد لما يعمله معروف في السماء يذكر في السماء بان هذا من شكر نعمة الله سبحانه وتعالى فالزوج لما يعاش بالمعروف يذكر عند الله سبحانه وتعالى والزوجة لما تطيع زوجها وكمان يكون فيها عشرة بالمعروف كمان تذكر في السماء يبقى عشان كده خلونا نتفق ان اللي ذكروا الفقهاء من مسائل في قضية الإلزام بين الزوجين ما كانش قصدهم خالص ان هما يحصروا الواجبات والحقوق على الزوجين خالص ليه طيب لان اللي ذكروا ده ممكن يكون الحد الأدنى وممكن يكون كمان دوت بيدربوا ميسال عشان يعرفوا ان الزوج والزوجة ليهم حقوق واجبات بس لكن ما كانش قصدهم ان هما يحصروا حصرا تاما لكن المقصود في الحقيقة ان احنا نعرف ان بيننا ايه ان بيننا مفهوم مهم جدا اسمه مفهوم الرعاية هقولكم حاجة انا في رأيي يعني الخناء اللي دايرة دي كلها والضجيج اللي حاصل ده عارفين ضجيج ليه مش ممكن يكون احنا بنقول الناس بتقول ان الفقهاء حطونا دليل ارشادي نعيش به في حياتنا الزوجية ابدا ده الكلام ده لما نكون بنتخانق ونروح عن دلقاضي لكن الدليل ارشادي بمفهوم تاني فسروا به صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا الرجل راعي وهو مسؤول عن رعيتي والمرأة راعية وهي في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتي اه عمودين المرأة الزوج والزوجة اللي اتنين بيقوموا عملية الرعاية اقول لكم حاجة انا سمعت الصداع اللي حصل في الفترة اللي فاتت دي عارفيني الصداع ده بيقول ايه في واحدة بتقول ارجوك رعاني ورعيني وفي واحد بيقول لها ارجوكي انت كمان ارجوكي رعيني ورعيني وقدد مفهوم الرعاية مرة تانية طب ازاي نبقى كل واحد فينا راعي في بيته ازاي المرأة تبقى ترعى زوجها وازاي الزوج يرعى زوجته ابسط لكم النساء احنا عندنا سبع صفات ينفع كده لما نجيب المقبينة على الزواج وانا بقدرب المقبينة على الزواج عليه انت عايز تبقى انت عايز تبقى جاهز للاندماج في الجواز انت عايزة تبقى جاهزة للاندماج في الجواز يعني انتو عايزين تبقوا جاهزين تبقوا تعيشوا مع بعض وتعيشوا بالمعروف لازم يبقى فيه سبع صفات نمسك كده جدا نعدي معانا اول حاجة ماينفعش حد يبقى راعي لحد سواء ان الراجل راعي على فكرة والستة كمان بترعى الراجل ماينفعش يبقى فيه حد راعي لحد وهو مش امانه فاول صفة في الراعي يكون امان للي بيرعاه ماينفعش الزوج لما الزوجة تخاف ان هي تتكلم معاه ولاينفع الزوج يحط نفس الكلام في بقه عشان خايف من النكد والمشاكل كل واحد فينا لازم يرعى التاني يكون امانه لما يكون امانه هيخليه يتكلم ومش هيبقى فيه خرس زوجي وعشان كده اول حاجة في الرعاية ده نعلمه للمقبينة على الزواج من اول يوم ونعلمه لقلم المتزوجين عشان يصلحوا حياتهم سواء بنشتغل بقى في الاصلاح الزواجي او في تأييل المقبينة على الزواج نعلم الناس الرعاية اول صفة اول صفة في الرعاية ايه هي الامان المؤمن ومن امينه الناس واول حد يأمانك ابدأ بمن تعول ابدأ بمن تعول اول حد هيسألك من تعول فخليك امانه تاني حاجة عشان تبقى انسان راعي تاني شيء لازم تكون داعم داعم يعني ايه لما يكون في حد عنده مشروع تقف في ظهره تتعلمي وانت من الخطوبة كده وانت من اول الجواز تدعمي وانت من اول كده تدعمها لما تكون هي محتاجة اي حاجة في بحثها توقف جنبها محتاجة ان هي تعمل اي حاجة في حلمها تدعمها ما تتصوروش قد ايه بيأثر ان واحد مساند لحد وبيحقق قوله تعالى وتعاونوا على البر والتكوة مش ممكن ما بين الزوجين لما بيدعموا بعض بيحسوا ان هم عندهم حالة من حالات القوة حالة من حالات العافية عايزين تصلوا للعافية الزواجية خليك ايها الزوج راعي وداعم وخليك ايها الزوجة راعية اي داعمة يبقى اول حاجة الامان تاني حاجة الدعم تالت حاجة بقى وده شيء مهم جدا جدا بعد الدعم المساندة لما يتعرض لازمة لما تتعرض لازمة بينها وبين ممتها مشكلة لازم تحس ان انت بتسندها بتسندها يعني مش بتقويها عليهم لكن تقف بينها حجاب وبينها وبينها ان هي تعمل اي شيء في رعونة تساعدها والطيب بخطيرها وتقف جنبها فقدت ولدها فقدت امها تقف جنبها وعلى فكرة اكتر حاجة بتبقى مستنيها الزوجة اذا فقدت حبيب عليها وخاصة الاب ان الزوج ياخد مكان الاب فيسندها وتحس انه هي لها ضع ضهر والزوج كمان بيحب المساندة لما يتعرض لازمة مالية ولا يتعرض لمشكلة في الشغل بتاعه ومحتاج ان هي تسنده كمان يبقى دي تالت سفر الامان الدعم المساندة السفر الرابعة ما ينفعش تبقى راعي وما بتتفقدش اللي بترعاه يعدي وهو زعلان يا هما الستات تيجي تشكلنا وتقول لنا ده شافني زعلانة ولا سأل فيه وكأني ولا حاجة وهو ساعات يتكشر ويتدايق لانه محتاج انه يتطبطب عليه فلازم نتفقد والتفقد على فكرة ما بيكونش غير لما يكونوا زعلانين لا التفقد بيكون دايما لازم كل واحد فينا يتفقد اول ما تدخل من بيت كده تفقد اهل بيتك لو انت راعي اول ما زوجك يدخل تتفقدي تقول له احنا كان فيه مشكلة ايه اللي حصل فيها وتكلميه عشان تتفقديه والتبطبي عليه هو دوت اللي يخلينا مش محتاجين نهبش في بعض ونطلب وكل واحد يفوز من حاجة وازاي يخطف حاجة من التاني في المصارع اللي احنا عايشينها يبقى امان دعم مسندة تفقد الحاجة الخامسة اللي احنا محتاجين كمان نعرفها ونشتغل فيها في مسألة الرعاية المشاركة شوف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم انا مش بحب اقول ان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وكان دوت بيدل على توضعه حضرة النبي متواضع في كل اخلاقه لكن لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهنة اهله كان يمارس الرعاية جزء ان الرعاية ان انت تشارك اهل بيتك لازم جزء من الرعاية انهم يحسوا ان انت معاهم بتعيش معاهم وبتعقوا بتحيا معاهم وتفكر معاهم وبتصنعوا الحلم مع بعض جزء كمان إن السيدة عائشة تشارك حضرة النبي الرأي ولا ستنا مسلمة لما تشارك حضرة النبي الرأي هي دي الرعاية شوف الرعاية حصلت إزاي من السيدة خديجة لما شاركت حضرة النبي وراحت به إلى ورقة بن نوفل وعشان كده بقت خديجة الكبرى رضي الله عنه كرم الله واجهها وعليها السلام ستنا خديجة الكبرى ليه طيب والله ما يخزيك الله أبدا وزيك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ما زال شايل ده لأنه شاركته إيه اللي حاصل يبقى هو الحاجة الخمسة إن يكون مشارك الحاجة الستة بقى ودي مهمة جدا 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 إن يكون ما ينفعش إن يكون الراعي راعي من غير ما ينصح ويرشد ويساعد على إن الإنسان يروح لطريق الرشاد يبقى الصفة الستة إن الإنسان يرشد الصفة السابعة في مسألة إن الإنسان يكون راعي مسألة بسيطة خالص إن الإنسان يوتيح الفرص للي بيرعاه يوتيح لفرص إن هو يجرب يوتيح لفرصة إن هو يوتيح لفرصة يقول له ما تجرب موضوع الفلاني ده طيب ما تجربي إذا كنت أنت بطلت تبحاسي في الدراسات العليا ما تجربي إن أنت تتحولي إلى خبيرة مستشارة ما تجربي إن أنت تكتبي كتب ما تجربي إن أنت تعملي كذا هو ده جزء من إتاحة الفرص ولذلك إتاحة الفرص ده جزء كبير جدا جدا من الرعاية السبع صفات دولة اللي هو يكون أمان، يكون داعم، يكون مساند، يكون متفقد، يكون كمان مشارك، يكون كمان عشان يقدر ده يرشد وينصح وفي الآخر كمان يكون متيح للفرص هقول لكم شوية حاجات اعملوها كده وربنا إن شاء الله يكرمكم سواء كنتم متجاوزين أو مقبنين على الزواج أنا شايف إن إحنا لازم يبقى عندنا وقت خاص بالتفقد أحبابنا على الأقل نصف ساعة لو أي حد بيحب حد لازم يتفقده يتفقده ويسمعه ويشاركه ويقوله نصحته لو حصل ده مش هيبقى الناس مسكين في بعض وطلبين حقوقهم لأن ساعتها بيحسوا إن حقوقهم موجودة لازم نخرج مع بعض لازم نتيح فرصة إن إحنا ننتقل في الحياة ونكون مع بعض أنا بتكلم عن المتجاوزين يخرجوا مع بعض يخرجوا مع بعض ويقدوا وقت لوحدهم كمان لازم ببساطة خالص إن كل واحد فيهم يبين للتاني ويعبر للتاني عن حبه لازم الزوج يقول لزوجته على الأقل خمس مرات بحبك على الأقل الزوجة تقول لزوجها كده زي الصلاوات الخمسة عشان يحس كل واحد فيهم بأمان الكلام ده مهم جدا جدا ولازم كل واحد فينا يبقى عنده حاجة مفتاح عارف إن الشخص اللي قدامه لما بيهبط ويكون عنده في أدنى درجات وفي أدنى درجات إحساسه بنفسه وأدنى درجات همته يكون بالمفتاح ده يشرح قلبه ويفتح أفاق النظر إليه لازم المفتاح ده كل واحد فينا يكون عارفه للتاني ويستخدمه عشان الإنسان ده المهموم المغموم فقد الهمة يرجع له تاني وشغفه ويرجع له تاني وحبه للحياة كل ما يقدر كل واحد فينا يبقى سبب من أسباب حب التاني للحياة كل ما يكون راعي ليه وكل ما يكون سبب من أسباب سعادته وساعته احنا الاثنين هنبقى أصحاب السعادة يا رب اجعلنا على الدوام من أصحاب السعادة واجعلنا على الدوام من الذين قد كتبت لهم نصيبا موفورا من الحكمة ففتحوا بهذه الحكمة أبواب السعادة وأبواب السرور بفضلك يا كريم يا نور يا ربنا يا كريم